لا تقتلوا يوسف وأنقوه في غيابة الجب يلتققه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا لك لا تأمنى على يوسف وإن ما يقول لنا صحون أرتيهم على غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحذرني أن تنهر به وأغراف أن يأكله هو أنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله ونحن عصبة إنا إلا لقاترون فلما فهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه جنتنا بأنه بأمرهم أعوهم لا يشعرون إليه جانب ترجمة نانسي قنقر